حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أسباب طلبه إزالة شعار المجد للأبطال عن قميص المنتخب الوطني موضحاً أن الجمعة بين شعاري المجد لأوكرانيا والمجد للأبطال هو شأن سياسي بطبيعته يستند إلى خلفية تاريخية وعسكرية بحسب تقرير أوكرينفورم كما أكد ليويفا أن زي المنتخب الأوكراني الذي يتضمن خريطة أوكرانيا بما فيها القرم المحتل لا يتعارض مع لوائح الاتحاد وأنه كان قد وافق على شعار المجد لأوكرانيا في عام 2018 وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالب الاتحاد الأوكراني بإزالة جزء من الشعار من زي المنتخب الأوكراني بعد الشكوى تقدم بها الاتحاد الروسي لكرة القدم وسمح بترك خريطة أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم المحتلة والشعار المجد لأوكرانيا أصبح الشعار رمزاً للمنتخب الوطني بكرة القدم ووحد خلفه جميع الأوكرانيين من مختلف أقاليم أوكرانيا في الداخل وفي الخارج ونحن نفتخر به ونحميه عبر وحدتنا من جانبه قال رئيس البرلمان الأوكراني ديمتري رازمكوف إن وضع شعار المجد لأوكرانيا المجد للأبطال على زي المنتخب الأوكراني الجديد منصوص عليه في القانون وأكد أن هذا الشعار لا يسئ إلى مشاعر أي شخص ولا يهين كرامة أحد موسيقى 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 موسيقى